مرة تانية نكمل متابعتنا لأخبارنا بخصوص الحكومة وتشكيلها والتعديل الوزاري الجديد طبعا السرية والكتمان اللي مساحبة أجواء المشاورات واللي مش عاجبة ناس كتير لكن البعضة في المقابل مرحب بيها ويقول في الآخر احنا لنا النتيجة على كل الأحوال اللي بيحصل دلوقتي وفقا لمعلومتنا انه عدم إعلان التعديل الوزاري حتى الآن بيرجع لعدم حسم مصير بعض الحقائب الوزارية وان الوزارات اللي اتأخر حسمها هي وزارة النقل اللي اعتذر عنها ثلاث مرشحين ووزارة العدل لسه ما تحسمتش سواء تتروح للمستشار أحمد الزند أو للمستشار محفوظ صابر كمان لسه ما تمش حسم مصير وزارة الاستثمار بعد ما تقرر فصلها عن وزارة التجارة والصناعة ونفس الوضع تقريبا بالنسبة لوزارة الإعلام اللي لسه ما تمش حسم مصيرها بعد ما فيه معلومات بتؤكد انه تم التراجع عن ترشيح الكاتبة الصحفية نشوة الحوفي برضو فيه كلام عن إلغاء وزارة العدالة الانتقالية